موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين حلقة أخرى من مطارحات في العقيدة بداية لموضوع يتناول مسألة المرجعية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن موضوع الحلقة هو حاجة الأمة إلى المرجعية في بيان المعارف الدينية بالطبع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري أيضا في هذه الحلقة من مطارحات سمعت السيد أبدأ مباشرة بالموضوع وكما تعلم وقت البرنامج بالأساس هو قليل هل هناك دليل واضح وصريح على وجود مرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المعارف الدينية على اعتبار أن هناك أكثر من اتجاه وأكثر من مدرسة في هذا الميدان بعضهم رأى أن الأمر ترك إلى الأمة آخرون قالوا بأنه نزل نص في هذا الأمر وهناك لربما من يقول بأن النبي أراد أن يكتب كتابا إلى أمته لكنه منع أو حجب عن ذلك ما هو ردكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه في الواقع بأنه ذكرنا في الحلقات السابقة أنه لا إشكال ولا ريب في أن الأمة تحتاج إلى مرجعية لبيان المعارف الدينية طبعا هناك بحث آخر الآن لا أريد أن أقف عنده ولعله إن شاء الله تعالى أشير إليه وهو أنه إذا ثبتت المرجعية الدينية المنصوصة من قبل النبي على أحد فهل تنفك هذه عن المرجعية السياسية والخلافة والإمامة بعد رسول الله أو أن هناك فصل بين الدين والسياسة أي منهما طبعا هذا البحث من الأبحاث الأساسية تعلمون وأنه وقع فيه خلاف لا أنه وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بل هذا الخلاف وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كما سنشير إليه لاحقا ولكن الذي يهمني في هذه المرحلة هو أنه أن نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله هل كان مهتما هل كان معنيا بأن يكتب كتابا للأمة لا تظل بعده أبدا أو لم يكن كذلك باعتبار أن القرآن الكريم موجود بأيد الناس وكذلك سنته موجود في صدور الصحابة وكذلك الصحابة الذين سمعوا منه الوحية والحديث أيضا موجودون إذن لا حاجة إلى شيء وراء ماذا وراء الكتاب ووراء السنة إذن هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتنى بهذا اهتم بهذا أكد على هذه الحقيقة أو لا فإن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتنى بذلك هذا يثبت المقولة التي أشرنا إليها سابقا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك هذه الدنيا إلا وقد نصب مرجعية تبين الدين للناس وتبين حقائق المعارف الدينية والقرآنية يعني نفس الموقع الذي كان يقوم به رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم كذلك يكون لهذا الشخص أو لهذه الجهة أو لأي شيء آخر يكون نفسه هذا الدور ثابتا له هل يوجد دليل على ذلك أو أن القضية تحليل عقلي محض الجواب تعالوا معنا إلى النصوص الواردة في هذا المقام النص الأول أعزائي وارد في كتاب الجامع الصحيح طبعا هذه النصوص هي نص واحد بمضمون واحد ولكن بطرق متعددة ومصادر متعددة لنتأكد أن هذا النص صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النص الأول ما ورد في الجامع الصحيح أو صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنقوط وطبع الرسالة العالمية الجزء الأول صفحة ستين أعزائي التفتوا جيدا كتاب التفتوا إلى باب كتابة العلم كتاب العلم باب كتابة العلم رقم تسعة وثلاثين رقم الحديث مئة وأربعة عشر الرواية عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده السؤال المطروح عزائي بشكل واضح وصريح أنه ما هي الحاجة إلى هذا الكتاب مع وجود ماذا؟ مع وجود القرآن الكريم مع وجود الصحابة ألستم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله خلف في أمته الكتاب والسنة الكتاب والسنة كان موجود ماذا؟ بعيده الصحابة ما هي الضرورة لكتابة ماذا؟ كتاب آخر وراء القرآن وراء ما في صدور الصحابة لأجل ماذا؟ لأجل حفظ الأمة من الضلالة وانا أتصور لا أتصور أنه يوجد هناك هدف وغاية أقدس من حفظ الأمة ماذا؟ من الضلالة أن يرجعوا بعده ظلالة أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم هذا الدعاء الذي نحن دائما في النهار والليل نؤكده ونقرأه ونكرره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ماذا؟ من الضلال الرسول صلى الله عليه وآله في أخريات أيامه ولعله في أخريات ساعاته من حياته يريد ماذا؟ أن يكتب شيئا هذا الشيء ينجي الأمة من الضلال هذا هو المورد الأول المورد الثاني أعزائي أيضا ورد في البخاري يطلع له بعضها بطريق واحد أو بطرق متعددة أنا أؤكد هذه الحقيقة المورد الثاني ما ورد في كتاب الجهاد والسير باب مئة وخمسة وسبعين ومئة وستة وسبعين هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ الرواية اشتد برسول الله قال الرواية عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه يوم الخميس فقال اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده في الحديث السابق ماذا؟ لا تظلوا بعده وهنا ماذا يقول رسول الله؟ لن تظلوا أولا وثانيا لن تظلوا بعده أبدا يعني حتى لو فرضنا أن لن لا تفيد التأبيد أستاذ علاء فكلمة ماذا؟ أبدا أبدا تفيد هذا المعنى فإما تكون أبدا تأكيد وإما تكون أبدا ماذا؟ للتأسيس إذا قلنا أن لن تفيد التأبيد وإنما هي تفيد للنفي فقط فأبدا تفيد ماذا؟ التأبيد وإذا قلنا أن لن تفيد التأبيد فأبدا تكون ماذا؟ تكون مؤكدة لا مؤسسة علاء الأحوال إذن النبي صلى الله عليه وآله يقول ائتوني التفتولي أعزائي أولا يوجد فيه أمر من رسول الله أمر من رسول الله وإذا كان هناك أمر من رسول الله هل يحق لأحد أحد المخالفة إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم هناك أمر من الله سبحانه وتعالى الرسول إذا قضى أمرا إذا أمر بشيء لابد ماذا لابد من الاستجابة وبعد ذلك سيتضح أن الذين كانوا في المجلس استجابوا لذلك أم لم يستجيبوا لذلك ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا هذا المورد الثاني المورد الثالث أعزائي أيضا في صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 443 أعزائي كتاب المغازي رقم الحديث 4431 باب مرض النبي ووفاته الرواية أيضا عن ابن عباس اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا هذا من المورد الثالث المورد الرابع أعزائي ما ورد في صحيح مسلم المجلد الثالث طبعة دار الخير صفحة 138 الرواية أيضا نفس الرواية السابقة ولكن أقال رسول الله ائتوني بالكتف والدوات أو اللوحي والدوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا وكذلك أعزائي الإخوة اللي ردون راجعون مصادر هذا الحديث بإمكانهم أن يرجعوا إلى كتاب الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنقوط مؤسسة الرسالة العالمية الجزء الثالث أعزائي الجزء الثالث صفحة 409 أيضا نفسه ائتوني أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده أبدا يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن سعد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو يعلى والبيهقي والبغوي وأخرجه ابن سعد والطبراني وأخرجه 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 إلى ما شاء الله إذن القضية تعد من المسلمات المقطوع بها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه الجملة يعني هذه الجملة خرجت من فمه المبارك والشريف لا أنه نقل ماذا بالمعنى لأن كل كلمات هؤلاء الأعلام والمحدثين ماذا يقولون يقولون بأنه قال رسول الله ائتوني بألفاظ يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة علمية هذا من التواتر اللفظي يعني أن هذه الألفاظ مقطوعة الصدور من فمه رسول الله صلى الله عليه وآله خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما قاله الشيخ ابن تيمية في كتابه علم الحديث للإمام العلامة قيدين ابن تيمية دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الصفحة 59 هذه عبارته يقول وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة أسا قد يقول لنا قائل سيدنا هذه الروايات التي نقلتم ترتعول ابن عباس أحسنتم فإذا هي رواية واحدة لروايات هذا أردت أن أسأل عنه أنا سنع جزاكم الله خيرا أحسنتم كل الروايات ترجع إلينا أحسنتم أحسنتم طبعا فيها دلالة على حضور يعني ابن عباس وأشباه ابن عباس في ذلك في هذا المجلس وهم الخواص الخواص بل أعيان الصحابة كبار الصحابة وأنتم تعلمون من الواضح أنه في مثل هذا المجلس من يحضر؟ مجلس رحلة رسول الله في بيت صغير لا يحضر فيه معاوية لا يحضر فيها أمثال معاوية أحسنتم وإنما يحضر فيه كبار وأعيان الصحابة الصحابة ابن تيمية يقول في ملاك التواتر يقول ما هو ملاك التواتر؟ هل أن الكثرة لها مدخلية في حصول التواتر؟ أو لا يقول لا لا ضرورة لأن توجد هناك ماذا؟ كثرة وإنما لعل خبر واحد ينقله واحد أو اثنان من الصحابة لاعتبارات متعددة يحصلنا القطع بصدور ماذا؟ هذه الرواية انظروا ماذا يقول يقول والتواتر في صفحة 58 من كتاب علم الحديث والتواتر لا يشترط له عدد معين بل من العلماء من ادعى أن له عدد يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليه وهذا غلط ما هو الصحيح شيخنا؟ قال فالعلم يحصل تارة بالكثرة وتارة لا بالكثرة بطبقات المخبرين وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخرى إذن لا بد أن نجمع الاحتمالات نصل إلى أن هذا الخبر قطعي ماذا؟ قطعي الصدور من النبي أكرم صلى الله عليه وآله وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان كما في المقام واحد أو اثنان أو ثلاثة مو أكثر إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء إذا الأمة لم تختلف عليه أجمعت عليه وابن عباس حبر الأمة مو فقط هذا الأمة تلقته أحسنته يعني ابن عباس هو حبر من أحبار الأمة ولكن الأمة أيضا ماذا؟ تلقت ما صدر منه ومن الناس ما يسمي هذا المستفيض والعلم هنا يعني في مورد رواه الواحد أو اثنان والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته فإن الإجماع لا يكون على خطأ لماذا؟ لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة لا تجتمع على خطأ ومن الواضح أن هذا القدر من النص الوالد عن رسول الله أجمعت الأمة أنه صادر ماذا؟ من رسول الله إذن لا تجتمع الأمة على خطأ ولا تجتمع الأمة على ضلالة لهذا كان أكثر متون الصحيحين صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ مسلم ومنها هذا الحديث مما يعلم صحته يعني نقطع بأنه ماذا؟ صادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه سؤال سمعت السيد أنا قبل السؤال هناك لربما شبهة تطرح في هذا المجال أنت اليوم تستدل عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابن تيمية هل تشكل هذه الكتب بكل ما فيها حج عليكم؟ أحسنتم سؤال أساسا منهجي ومهم وكثيرا ما يقع فيه الخطأ أو يقع فيه الاشتباه المنهجي أعزائي مرارا ذكرنا هذه الحقيقة نحن عندما نستدل بكتب القوم نستدل بكتب الحديث أو بكتب الفقه أو بكتب الكلام من محدثين من مفسرين من متكلمين من أي منهم هذا ليس معناه أننا نريد أن نقول أن هذا الكتاب بكل ما فيه هو حجة علينا التفتولي أعزائي لا نريد أن نقول أن كل ما فيه مسند الإمام أحمد هو ماذا حجة وصحيح لا نريد أن نقول أن كل ما فيه كتاب صحيح البخاري هو ماذا صحيح وحج على لا نحن نستدل بهذه الكتاب كتب باعتبار أن القوم قبلوا بصحتها سيدنا لماذا لا تستدلون بكتبكم بكتب الإمامية الجواب لو استدللنا بكتبنا لقالوا أن هذه ليست حجة علينا وإنما هي حجة ماذا حجة عليكم إذن أعزائي أحسنتم هذا من مصاديق القاعدة المعروفة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم إذن سيدنا إذن أي الروايات التي هنا توجد أنتم تقبلونها أنتم تقبلونها لا فقط تحتجون بها على الآخر الجواب التفتولي جيدا أعزائي هذه القضية المنهجية والقاعدة المنهجية التي ذكرناها مرارا وهي أولا إذا كان الحديث مجمع عليه ماذا بين المدرستين يعني قبله علماء السنة وقبله علماء الشيعة ثانيا أنه كان صحيحا عندهم وأن لقد يرد حديث هناك ضعيف وحديث عندنا ماذا أيضا ضعيف لا قيمة له وثالثا أنهم اتفقوا على نقل هذا الحديث إذا اجتمعت هذه فكما هي حجة عليهم تكون ماذا تكون حجة علينا أما إذا انفردوا بأحاديث كما على سبيل المثال انفردوا بنقل فضائل معاوية بن أبي سفيان أو فضائل أبي سفيان مثلا أو فضائل بني أمية نحن مو فقط لم تثبت عندنا فضائل هؤلاء بل ثبت فسق ونفاق والكفر الباطن لكثير من هؤلاء فستقول سيدنا كما تستدل بالبخاري في البخاري توجد فضائل ماذا فضائل معاوية نقول هذه حجة عليكم وليست حجة ماذا وليست حجة علينا إذن أعزائي هذه النقطة أو هذه المغالطة التي يستعملها البعض وهو أنه أنت إذا استدلت بحديث في مسند الإمام أحمد أو في حديث في صحيح البخاري أو صحيح إذن كل ما في هذه الكتب فهي حجة علينا لهذه مغالطة منهجية لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم نحن لم نستدل بهذه الحديث باعتبار أنها حجة في الواقع وإنما نستدل بها باعتبار أنها حجة على الآخر فنلزمه أحسنتم فنلزمه بما ألزم كما هو هكذا يعني هو إذا أراد تفتولي أعزائي الآن أنتم تجدون في بعض القنوات الفضائية أو في بعض المواقع أو في بعض الكتب يقرؤون الروايات من تاريخ الطبري أو من تاريخ ابن الأثير أن معاوية فعل كذا أن الخليفة الكذائي فعل كذا أن عثمان قتل كذا ويريد أن يجعلوا حجة علينا لا ليست هذه حجة علينا نعم ذاك الذي ذكرتموه أنتم إذا كان موجودا في كتبنا بطريق صحيح متنا وسندا سوف يكون ماذا سوف يكون حجة علينا إذن أعزائي في مقام الحجاج في مقام الاستدلال في مقام المحاججة لا بد أن نتبع الطريق المنهجي المقبول وهو أن نستدل بما يلزم الآخر سواء كان حجة عندنا أو لم يكن ماذا حج عندنا وهو كذلك إذا أراد أن يستدل علينا أو يحتج علينا لا بد أن يستدل بما هو حج عندنا حتى نكون ماذا ملزمين به جاي هذه نكتة مهمة الآن سؤالي هذا جاي هذه النصوص احنا قرأناها للأعزة من مصادر متعددة السؤال الذي يطرح يا أعزائي إذا فرضنا أننا لا نحتاج شيئا وراء كتاب الله إذن لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر ماذا ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا أو لا تظلوا بعده أبدا إذا كان الذي يريد أن يكتبه نسأل هذا السؤال كما يقولون من الناحية المنطقية هذا الذي يريد أن يكتبه رسول الله هل هو موجود في القرآن أو غير موجود في القرآن فإن قالوا موجود في القرآن وكتابته تكون ماذا لغوا لأنه موجود في القرآن ماذا يكتب رسوله إن كان غير موجود في القرآن لا نحتاج إلى لأن القرآن فيه تبيان كل شيء لا حاجة لنا الجواب لا موجود في القرآن ولكن لا يستطيع كل واحد أن يستنطق القرآن ويستخرج هذه المعارف هي عملية السنطاق سنتم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يبين هذه المعارف أو يقول أكتب لكم لا يتبادر إلى الذهن يريد أن يكتبه شيئا وراء ماذا وراء القرآن لا لا أبدا هو يريد أن يكتب ما في القرآن ما أمر به القرآن ما أوصى به القرآن ما نهى عنه القرآن ولكن تقول لماذا لم يترك ذلك للأمة لأنه يخشى أنه إذا ترك ذلك للأمة أن تختلف الأمة فيما بينها فلا تصل إلى الهداية بل تصل إلى ماذا إلى الضلالة بدل أن تذهب إلى راية الهداية وراية الحق تذهب إلى راية ماذا إلى راية الضلالة وإلى راية الباطل بدل أن تأتم بإمام كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بدل أن يأتموا بإمام يهدي بأمرنا يأتمون بإمام يدعو ماذا؟ يدعو إلى النقل إذا ترك للأمة ذلك لعلهم ماذا؟ لعلهم بدل أن يذهبوا إلى هذا الصراط المستقيم يذهبوا به إلى ماذا؟ إلى السبل فتفرق بكم عن سبيل وهو بالأساس يريد أن يدل على المرجعية الأحسنتم هو هذه النقطة المركزية ولا يدل على أصل النص وإلا النص موجود الموجود وإنما الكلام أنه إذا وقع الاختلاف في فهم هذا النص في تفسير هذا النص في بيان هذا النص إذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المرجعية ومن هنا تجدون أن رسول الله بأحاديث متواترة أنا لم أقرأ قد يقول قال سيدنا لماذا لا تقرأوا حديث الثقلين؟ إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا لماذا لم تستدلوا بهذا الحديث؟ الجواب قد يقول قائلنا نحن لا نقبل هذا الحديث لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يرد في صحيح البخار وإذا ورد في صحيح مسلم فلم يرد لن تظلوا بعدي أبدا الجواب أعزائي هذا النص لن تظلوا بعدي أبدا ورد أي؟ في صحيح البخاري وورد في صحيح مسلم واتفقت الأمة على قبول هذا النص بعد مو مورد خلاف لأنه في حديث الثقلين ذكر ويتذكر المشاهد الكريم في الأطروح المهدوية جملة حاولوا أن يقولوا أن حديث الثقلين هذا الذي يقول ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا هذا المقطع من الحديث لم يثبت بطريق صحيح ولكن هذا المقطع ثبت هنا بطريق صحيح أو لم يثبت نعم أكتب لكم كتابا لن تظلوا إذن أعزائي هذا النص بشكل واضح وصريح يثبت لنا هذه الحقيقة وهي الضرورة موجود مرجعية لحل الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله طيب سمحت السيد الآن ثبت لدينا صدور هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث ولحل الاختلاف ولنجاة الأمة وعدم الظلال لنجاة الأمة ماذا؟ من الظلالة أبدا أبدا طيب أولا لربما هناك سؤالين في هذه القضية وليس سؤال واحد أولا ما هو موقف الصحابة الذين حضروا أو بعض الصحابة الذين حضروا في ذلك المجلس من أمر الرسول أحسن جيد جيد هذه القضية الأولى هذه القضية الأولى كم سؤال؟ كما تفضلت أسأل على كم سؤال؟ هذا السؤال الأولى في الواقع بأنه أنا لا أعلم واقعا هل ينقضي عجب الإنسان من هذا الموقف أو لا ينقضي عندما سنقرأ لكم موقف التفت جيدا موقف كبار صحابة رسول الله ولعل في هؤلاء من هم من العشرة المبشرة بالجنة ولعل في هؤلاء من هم كبار أهل الحل والعقل وفيهم من هم من الخلفاء فسأما الخليفة الأول والثاني والثالث ولعله إلى آخر إذن القضية التفتوا أنتوا تصوروا المجلس جيدا تصوروا الواقعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله مسجى مسجى على فراش الموت يريد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى الرسول الذي حاول في حدود ربع قرن أن يوصل الهداية إلى الأمة أن ينجي الأمة من الضلالة والآن هو في الأيام الأخيرة من عمره المبارك ولعله في الساعات الأخيرة رسول الله عندما قال ائتوني بكتاب لم يكن يعلم أحد من الصحابة الذين حوله أنه يبقى إلى اليوم الثاني والثالث ولعله بعد ساعة أو ساعتين كان يفارقهم رسول الله وهو يريد يأمرهم التفتوا جيدا أعزائي يأمرهم تصوروا الموقف جيدا يا ليت أن هذا الموقف يمثل يمثل واقعا حفظ القداسة للرسول ولكثير من الصحابة حفظ القداسة يمثل حتى يعرف الناس ماذا حدث في هذه الدقائق في هذه الساعات في هذه الغرفة التي سوف من خلالها يتغير وجه التاريخ بهذا الاتجاه أو ماذا أو بذاك الاتجاه رسول من الله وخاتم الأنبياء والمرسلين يريد أن يوصي بوصية مضمون هذه الوصية بينها رسول الله ليست قضية هامشية جانبية مرتبطة بقضية فقهية بقضية بيان شريعة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بين كل شيء قبل ماذا قبل أن يذهب لا يمكن لأحد أن يقول أنه كانت هناك مجموعة من التشريعات أو مجموعة من الأفكار أو مجموعة من المباني العقدية لم يبينها رسول الله اليوم أكملت لكم دينكم إذن الدين كامل وتام لا يوجد فيه أي نقص إذن ماذا يريد أن يوجد رسول الله هادث الرسالة أحسنتم يعني ثمرت الرسالة معطيات الرسالة غاية الرسالة نجاة بشرية من الضلالة والغواية والوصول بها إلى شاطئ الهداية والأمان والحق وبعبارة واضحة أن يكونوا تحت راية ماذا تحت راية الحق أن يأتموا بإمام حق يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى بينكم وبين الله لو أنتم أيها المسلمون أنتم أيها العقلاء أنتم أيها الحكماء أنتم يا أهل العلم أنتم يا أهل الإنصاف وأنتم جالسون في مثل هذا المجلس لم تكونوا كلكم آذان صاغية لما يقوله رسول الله يعني أنا أتصور المشد لو كنا نحن الذين جلسنا الكل كان يركض هذا من هنا وهذا من هنا وذاك حتى يأتي ماذا حتى يأتي بدوات وكتف حتى يكتب رسول الله حتى لا يتأخر يعني أنا أتصور أنا أتصور أنتم لو فرضنا على سبيل المثال على سبيل المثال علم من الأعلام مرجع من مراجع الدين افترضوا من مراجعنا الكبار حفظهم الله تعالى وأبقاهم ذخرا الذين يعدون هؤلاء وقعا ثغور الأمة ثغور المذاب ثغور حفظ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنتم تعلمون بأنه هذه القضية ليست قضية يمكن أن يتلاعب بها يمينا ويسارا طبعا ليس فقط في مدرسة أهل البيت أنتم عندما تذهبون إلى أي مذهب إلى أي مدرسة إلى أي دين إلى المسيحية إلى اليهودية إلى الهندوس إلى أي أي دين وشريعة وملة ونحلة تجد أن هناك مجموعة من الأعلام مجموعة من الرموز مجموعة من كبار علماء الدين الذين عليهم وظيفة حفظ المذهب ومن هنا يجب علينا أن نقدم كل كرامة وتقديس وحفظ لمثل هذه الوجودات المباركة والمقدسة وأن لا نسمح لأحد بأي طريق من الطرق أن يمس واحدا من هؤلاء نعم التفتوا أعزائي هذه القضية هذه من أهم خصائص مدرسة أهل البيت أنه فتح هناك باب الاجتهاد باب النقد باب اختلاف الآراء لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه عندما يختلف علماء الإمامية أو علماء مدرسة أهل البيت سواء على مستوى المسائل العقائدية أو على مستوى المسائل الفقهية أو على مستوى المسائل السياسية فسواء على مستوى ولاية الفقهية سواء على مستوى الأحكام الفقهية سواء على مستوى أمور العقائدية في الأمور العقائدية بيننا توجد اختلافات كثيرة بين علماء مدرسة أهل البيت من أقول اختلافات كثيرة يعني ليست بالقليلة ولكن هذا ليس معناه التنقيص ليس معناه الإهانة ليس معناه التسقيق ولذا من هنا وإن كانت محديثي ولكنه واقعا ما أدري كيف جررت إلى هذه القضية واقعا لأن الكلام لعل بعضه يجر إلى بعض أعزائي ولذا من هنا أقدم وصية واضحة إلى أعزائي با لكم وإياكم أن تنجروا إلى خلافات هامشية جانبية إلى خلافات تشغلكم عن الهدف الأصلي الهدف الأصلي هو حفظ ثغور وحدود ومباني العقائدية لمدرسة أهل البيت والمسلمين نعم وقلنا نحن مرارا نحن لا توجد عندنا معركة وصراع فكري وعقدي مع المسلمين نعم معركتنا مع ماذا نحن جزء من المسلمين نعم من الأمة الإسلامية ولذا أعزائي حاولوا أن لا تنجروا إلى مثل هذه الأمور الجانبية المهم أتصور أن الذين كانوا قد حضروا ذلك المجلس المبارك كان كما قلت أضرب مثال لو مرجع من المراجع وهو في فراش الموت قال أؤتوني بكتاب لأوصي أنا أتصور أن تلامذته ومن حوله كلهم يهروا حتى يأتي ويأتي ويقدر حتى ولكنه ماذا فعل كبار صحابة رسول الله هؤلاء الذين حضروا وهم الذين صاروا القلفاء من بعده وهؤلاء الذين بشروا بغض النظر أنه منهم ولكنهم في النتيجة هم ماذا هم العلية هم النخبة ماذا فعلوا أولا أعزائي أولا منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أفوأ أولا تنازعوا وتخاصموا فيما بينهم هل يأتون أو لا يأتون مو فقط حتى اغتم رسول الله فقال قوموا عني اغتم رسول الله سأقرأ لكم الروايات مرة أخرى إن شاء الله إن وسعنا الوقت أولا وقع التنازع والتخاصم أين أين أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا التنازع لم يكن من التنازع الممدوح كان من التنازع المذموم للذي يقبله الله ويرضاه بدليل أن رسول الله كما في النص اغتم لذلك إذا كان اختلافا ممدوحا لماذا يغتم كان ينبغي ماذا أن يططب على ظهوره يقول أحسنتم أحسنتم أني أجد أنكم تختلفون هذا الاختلاف لا فقط اختلفوا وتنازعوا منعوه أن يكتب منعوا قال لا تأتون بدوات لا فقط أعزائي منعوه بل اتهموه الإنسان ما أدري يدمى قلبه يعتصر واقعا لو يصاب بسكتة أيضا أيضا يقل للعبالة اتهموا رسول الله وهو على فراش الموت بعضهم قال غلبه الوجع تعلمون ما معنى غلبه الوجع يعني أن المرض غلبه بنحو اختلط كلامه بين الحق والباطل البعض يتصور بين الحقيقة أحسنتم إذا بدل كلمة يهجر إلى كلمة غلبه الوجع المشكلة ماذا تحل لا يعلم أن المشكلة ماذا باقية كما سنقر وبعضهم صرح الآن لا تقول لي كما تفضل عزيزي الأستاذ علاء وهو أن هنا عدة أسئلة هذا السؤال بعد ذلك المهم القدر المتيقم في كتب الأصحاب في كتب المجاميع الحديثية المقبولة أن الأصحاب تنازعوا واختلفوا ومنعوا واتهموا سمحت السيد لدي طلب لو تكتفي برواية أو روايتين ونكمل الحديث ولا ندخل في التفاصيل إكراما لرسوله لا أبدا 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 بيني وبين الله سأدخل بالتفاصيل بقدر الروايات الصحيحة المقبولة وقصدي ليس قصدي أنا فقط أريد أن أقول أن هذه الدعاوة التي تقال هنا وهناك أن جميع الأصحاب كانوا منسجمون كانوا متفقون لم يقع بينهم اختلاف كانوا في تمام الانسجم لا ليس الأمر كذلك وبعد ذلك وجدنا إن شاء الله بعد ذلك بحضور رسول الله فما بالك ماذا فعلوا ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا أنتم وجدتم لم يمضي على رحلة رسول الله عقدين من الزمن إلا وبدأت ماذا الفتن أخذ يقتل بعضهم ماذا بعضا في قضية عثمان من قتل من حرض على عثمان ومن قتل عثمان هذا بحثه صارفة وقت بيني وبين الله في بعض الليالي سأشير إليه الذين حرضوا عليهم كانوا كبار الصحابة أقتلوا خلان الآن لعله هذه الرواية أستاذ علاء قد لا يوافقون على يقول لا يوجد لها سنة صحية أنا من طبيعة لا أحاول حتى اللي ينقل الرواية مع اعتذاري أستاذ علاء حتى اللي ينقل الرواية أقول لها لم يثبت أنقل الروايات الصحيحة المعتبرة في الكتب الحديثية والكتب التاريخية والرجالية عندهم التاريخ واضح في هذه القضية إذا تسمحوا لي أن نقرأ بعض الرواية بعض الروايات اللي وارد في هذا المجال أيضا أرجع وأقرأها من أين من صحيح البخاري لا من مكان آخر أعزائي هذا أمامكم صحيح البخاري صحيح البخاري يعني خمسة دقائق وأنا أستمع للمداخلات إذا المخرج هذا الجزء الثالث صحيح البخاري أعزائي الجزء الثالث عن ابن عباس عن يوم الخميس قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس الشد برسول الله وجعه فقال لأتوني أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا هذا الذي قلته حتى تعرفون مضمون الحديث أقول نص الحديث لا مضمون فتنازعوا هذا الأمر الأول سؤال لعله كان من التنازع المحمود المقبول الذي هي من طبيعة البشر الرواية تقول ولا ينبغي عند نبي تنازع يعني هذا كان محمود لو مذموم كان وموقف النبي من هذا النزاع فقالوا هذه طامة أكبر بعد ذلك ستظهر بعض النصوص تقول أن القائل من هو عمر بن الخطاب الخليفة الثاني لا هذه هذه الطامة أطام من ذيك ماذا أنه مرة صحابي واحد قال مرة ماذا قالوا قالوا يعني هؤلاء الذين أكثر من واحد يعني مجموعة من أعيان الصحابة من علية القوم من بعض الذين هم من المبشرين من أصحاب الشورى من أهل الحل والعقد فقالوا ما شأنه أهجر الله الله رسول الله في حياته أمام عينيه يتهم بأنه حتى لو كان استفهاما البعض يقول لا هذا استفهام لم يكن اتهام جيد بينكم وبين الله احتمال الهجر واحتمال الهديان واحتمال أن رسوله احتمال ما سبه هذه السباب لا ياريت أن كان يسب هذه التهمة في أصل الرسالة لعله لعله أيضا في مواضع أخرى أيضا قال رسول الله وكان قوله ماذا وأنا لا أعلم هؤلاء وقعا أحملهم على الصحة وأقول هؤلاء كأنهم في ذاك الوقت لم يغرأوا قوله تعالى ما ينطق عن الهواء إن هو إلا الله 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 يصرح في كتابه أن رسوله أن خاتم الأنبياء ما ينطق عن الهواء ولكن هذه المجموعة البائسة تقول أنه ماذا لا أقل تحتمل أنه ماذا بصيب بالهجر والهديان استفهموا فذهبوا التفتوا أعزائي التفتوا وأبكوا دما هذه الليلة على أولئك الذين يقولون أن الصحابة جميعا كذا وكذا فذهبوا يردون عليه هذا الضمير يردون عليه يعني على رسول الله يردون عليه يعني على ذاك الذي اتهمه بأنه أو احتمل أنه هجم ألا إلى أحوال احتمالات متعددة فقال دعوني رسول الله بعد ارتاح لهذا أو تألم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه هذا مورد أعزائي وكذلك ما ورد في أيضا أردها اليوم فقط أكتفي بي صحيح البخاري تتمت الحديث أتركه إن شاء الله للأيام اللاحقة قال أيضا نفسه هذا المضمون وارد وكذلك في الجزء الجزء الأول ما أدري إذا المداخلات دخلت بدأت حتى أنه جيد يعني لو تنقل رواية واحدة سمعت السيد جيد أنقلوا هذه الرواية الرواية هذه عن ابن عباس هناك قال قالوا هذه الرواية عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعد قال عمر قال عمر هناك الرواية ماذا قالوا هنا الرواية ماذا قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا ماذا كتاب الله حسبنا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أكتب لكم كتاب نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه ما أدري أترك التعليق الجواب للمشاهد حسبنا فاختلفوا وكثر اللغة قال فقوموا قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه إذا دخلت المداخلات أنا أبدأ طيب سمحت السيد شكرا لك سمح لنا أن نأخذ بعض المداخلات من الأخوة إبراهيم من المملكة العربية السعودية قبل ذلك أنوه إخواني المتصلين طبعا حديثنا لم ينتهي أن يكون الحوار والسؤال ظن الموضوع وأن تراعى فيه أصول الحوار وأصول المداخلة لكي نصل إلى النتيجة التي نرجوها من هذا البحث العلمي والمعرفي إبراهيم تفضل الله رحب أشيخنا عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله أنا لما أشوفك أنبصد جدا فالسؤالي في ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عمر بن الخطاب أصمك وأكمل ما يريد كتابة رسول الله شفهيا للصحابة على واحد سجل قلت قبل القليل أنه مجموعة بائسة فكيف تقول مجموعة بائسة وآل البيت وعلى رأس المعلي ابن الطالب كان حاضر وشكرا لكم شكرا شكرا أبراهيم المملكة العربية السعودية لا لأنه أخشى أنه الوقت لا يسح لوجه وقبل المداخلة أما السؤال الأول الأول الأشكر على هذه المداخلة المؤدبة واقعا وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون كل حواراتنا من هذا القبيل أولا أعزائي هذا لماذا هذا ليس السؤال يوجه إليه يوجه إلى رسول الله أنا حديثي أن رسول الله أمر ماذا أؤتوني بكتاب لماذا لم تمتثل الأمة ذلك أما لماذا لم يكتب بعد ذلك لماذا لم يقل لعمر أصمت لماذا لم يقل للقائلين كذا وكذا لماذا لم يفعل هذا تكليف رسول الله أنا لا أعين تكليف أنا لا أعلم لماذا سكت رسول الله لماذا لم يكتب لماذا لم يعاوي هذا متروك لمن لتشخيص رسول الله أنا وظيفتي الأصلية عزيزي أخي العزيز الكريم التفت إلى وظيفة المسلمين المؤمنين الحقيقيين إذا رسول الله وما كان في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وهنا قضى ورسوله قضى الأمر ألم يقول ائتوني أم لم يقول أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هنا سؤالي قلت لك أولا أنا عبرت بعض الصحابة مو جميع الحاضرين وعندما قلت البائسة مقصوده من البائسة تلك التي تنازعت وتلك التي اختلفت وتلك التي أكثرت الكلام وتلك التي أكثرت الغلط وتلك التي أكثرت اللغو حتى قال لهم رسول الله قوموا عنه وتلك التي اتهمت رسول الله وتلك التي أكثرت وتلك التي أكثرت وتلك التي أكثرت وتلك التي أكثرت يهجر أخي العزيز التفتوا هذا كتاب السنة إذا تسمح لي وإن كان حتى ولو ما إلا هذا السؤال السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى 311 من الهجرة التفتوا أعزائي 311 من الهجرة في الجزء الأول بعد أن ينقل الرواية التفتوا قال وما يوم الخميس ثم نظر إلى دموع عينيه تحضر على خده كأنها نظام لؤلؤ قال قال رسول الله ائتوني باللوح والدوات أو الكتف والدوات أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده أبدا فقالوا رسول الله أيها المسلمون اسمعوا فقال رسول الله يهجر مو أهجر مو غلبه الوجع انظر أخي في الحاشية أخي العزيز أخي إبراهيم انظر يقول أي أهدي يقال هجرا يهجر هجرا إذا هذا الفائق ولسان العرب وغيرها إسناد هذا الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم إلى غير ذلك تقول سيدنا أين أخرجه مسلم أمامكم الآن أقرأ لكم العبارة الواردة عن مسلم أعزائي في صحيح مسلم هذا الخبر هذا أعزائي هذا الخبر ورد في صحيح مسلم أمامكم أعزائي صحيح مسلم اقرأ أعزائي صحيح مسلم الجزء الثالث أعزائي أقرأ لك الرواية قال قال رسول الله ائتوني بالكتاب والدوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله اقرأ العبارة أعزائي اقرأ يا هجور بينكم وبين الله لا تستثقل ولا تستوحش أن يقال لرسول رب العالمين يا هجور ولكنك تستوحش وتستغرب ولا تتحمل أن يقال لبعض الصحابة أنهم من البائسين أهذا هو حبكم لنبيكم أهذا هو حبكم لإمام الأولين والآخرين أنه يتهم رسول الله وإلا المتهم لم يكونوا من الجن أعزائي ولم يكونوا قد جاءوا مما وراء الجبال لم يكونوا كانوا قد عاشوا معه لسنين إذن أعزائي أولا أولا لماذا لم يقل لهم رسول الله شيئا هذا تكليفه أنا لا أعلم هو يقدر الحكمة متى يتكلم ومتى ماذا يسكت ومتى يكتب ومتى ماذا لا يكتب وثانيا أنه تقول بائسين ليس قصدي أهل البيت وليس قصدي ابن عباس ابن عباس يقول أترك أهل البيت ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ودموعه ماذا تسهيل ومن الواضح أنه هذا كان راض كان من المنازعين والمخاصمين أو لم يكن إذا كان من المنازعين لماذا يبكي طيب سمعت السيد نأخذ علي من الجمهورية الإسلامية علي من إيران تفضل علي من إيران علي من الدانمارك تفضل علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم سيدنا وتفضل الله قيامكم وقيامكم بأحسن قبول الله يحفظكم سيدنا سؤالي تفضل نعم سيدنا سؤالي وصية النبي صلى الله عليه وآله للإمام علي أو للأمو الإسلامية هل كانت هي وصية تفضيلية أو وصية وطوبية يعني هل أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنه أيها المسلمون مثلا هذا يوامكم من بعد أو خليفتي هو الأفضل هو الأحسن هو الأكرم هو الأفهام هو الأعلم بس ما وجبها عليهم وطوبية فهل هي وصية وكانت هذا عندما نتحدث علي عندما نتحدث عن المصداق عن مضمون الكتاب ما هو الذي نحتمله أو ما هي الروايات الأخرى أخي العزيزي إذا تسمحوا لي أستاذ علاء فضلوا إن شاء الله تعالى إخواني الأعزاء لا تستبقون البحث حاولوا أن يبقى البحث على تسلسله المنطقي كما أخي أستاذ علاء ذا يحفظ هذا التسلسل حتى أنه لا تداخل الأبحاث أعزائي إن شاء الله تعالى أولا لا بد أن نعين موقف بعض الصحابة أنا كنت قبل ذلك تونت هذا السؤال وإن شاء الله سيأتي عن نبي عن كتابته يشير إلى مرجعية الإيمان أحسنتم أحسنتم واقعا أو توجد عندنا أذلة أخرى أو لا توجد أو توجد أذلة أخرى ولذلك أرجو أن لا يستبق البحث هناك اتصال آخر من العراق تفضل أبو موسى من العراق تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شوانك شيخنا أهلا بيكم أحمد الله في عمرك مرحبا بك أخي العزيز شيخنا بالنسبة ل بلأ التبليغ الكتاب هل هو كتاب من ضمن فسالة أم ماذا وهل كتب الكتاب هل هو الكتاب هل هو الكتاب من الرسالة أم لا علي من قطر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سمحت السيد أرجو الاحتفاظ بالهدوء حتى يتم البحث لنهايته وأن تكون الإجابة ومن قال لا عفوا عفوا علي علي اسمح لي علي قبل علي سمحت السيد أن يكون تقرير الرسول علي اسمح لي اسأل سؤالك ولم ينفع للسيد حتى تدعوه إلى الهدوء بحث هذا يعني أرجو أن يكون السؤال فيه يعني شيء من الاتيكيت والأدب تفضل لا بأس تفضل السادة علاء لو سمحت يعني هذا مية في المية تفضل علي ولكن تفضل علي انت أسأل انت أسأل سؤالك معظم كثير من الوقت كما يجب أن يكون الأدب إن شاء الله تفضل سمحت السيد ساد خبس سيدخل بالسؤال إن شاء الله سمحت السيد هل ممكن أن يكون هل ممكن أن يكون تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكوت أيضا تقريرا من الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر وهذا يدرج أيضا تحت إغرار الرسول لهذا الأمر فيجب أن ننظر من هذه الزاوية وليس بالضرورة أن يكون نتمناه لأن الاتجاه الذي تتكلم به كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أن يكون الولي والإمام للأمة ولكن سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة أيضا يندرج تحت هذا المفهوم الذي نتبعه نحن وأهل السنة والجماعة وليس هناك أي اكتهام للرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة الهجر لأن الهجر الذي في مفهومهم ذلك الزمان وليس بالمفهوم المغلوط حاليا أنه تأثير الحرارة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون هذه الدعوة التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذا المفهوم وليس بالمفهوم بسوء الظن علي الفكرة واضحة لو تسمح لأنه ما تبقى من الوقت قليل جدا سمحت السيد تجيب على السؤال وأعتذر عن المتصرين الآخرين إن شاء الله ينتقون فسحة أكثر يقول تقرير من رسول الله أنا لا أعلم إذا كان تقريرا من رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال التفتوا أعزائي هذا صحيح البخاري العسنتم لماذا تألم كان يقول يقول فلما أكثر اللغط 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 مولانا أمر ممدوح عند الرسول والاختلاف عند النبي قال قوموا عني إذا كان تقريرا كان يقول لهم إذا تريد أن تترع بارك الله فيكم أجلسوا الذي منعتم أن أكتب لأن الرواية تقول غلبه الوجع وعنده وعندكم القرآن فحسبنا كأن رسول الله لا يعلم أن القرآن ماذا بأيديهم فحسبنا كتاب الله طبعا ما رد أدخل في التفاصيل يقولون أن الخليفة الثالث هو الذي جمع القرآن وكان مباثرا وهنا عمر ماذا يقول فحسبنا يعني الكتاب كان موجود وكان مباثرا إذا كان مباثرا في الصدور وفي الجلود هذا يسمى كتاب بينكم وبين الله وعلى الأحوال هذا لا يسمى كتاب إذا كتاب الله كان ماذا موجودا ومجموعا في عادي أما ماذا فعل الخليفة الثالث أيضا إذا وفقت سأبين أن الخليفة الثالث فعلى فعلا هسكان ممدوحا أو لا له حديث آخر فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت مو أهل البيت يعني أهل البيت المحترة واختصموا يعني الذين كانوا الذين جالسين فمنهم من يقول قربوا يكتبوا لكم رسول الله كتابا لن تظلوا بعده يعني نفذوا أمر رسول الله ومنهم من يقول ما قال عمر إذن تبين رأس الجهة التي منعت من كان لأنه يقول ومنهم من يقول ما قال عمر إذن هذه التعابير التي ورأت قالوا قالوا مراد ماذا المجموعة التي اتبعت الخليفة فلما أكثروا اللغط والاختلاف عن نبي قال قوموا عني فكان عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله إذا أقرهم لماذا رزية تكون أعزاء هذا أولا وثانيا كلمة يهجر يهجر كلمة واحدة كلمة واحدة نصف دقيقة يقول وقوله إذن أعزائي مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب الأرنقود هذا الأخ العزيز كأن اللغة العربية تتبدل سيدنا وقت بل بل المؤسس الرسالة الجزء الثالث قال أهجر قال في النهاية اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل أي تغير كلامه واختلط اختلط بماذا اختلط بالوهم اختلط بالباطل واختلط لأجل ما به من المرض إذن هجر وجع تعطي معنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا وقع به الخال سمحت سيد الحيدري شكرا لك في هذه الحلقة شكرا لأعزائي المشاهدين أعتذر للأخوة المتصرين الذين لم يتسنى لنا أخذ اتصالاتهم إن شاء الله تكملة البحث في الليلة القادمة حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة